شيئاً فشيئاً تتكشف ملامح خلايا القتل في العاصمة المؤقتة عدن الخلايا التي سلبت اليمن وعدن على وجه الخصوص خيرة رموزها من رجالات العمل الخيري والدعوي والعسكري لأسباب غير مفهومة على إذر واقعة اختطاف المقدم علي عشال وإخفائه من منتصف يونيو حزيران الماضي بدأت خيوط أخرى تنكشف للرأي العام حول الجهات المسؤولة عن عمليات الاختطاف والتصفية وذلك تحت لافتة مكافحة الإرهاب ذلك ما أشارت إليه ظنياً بيانات رسمية صدرت عن شرطة عدن بتوجيهها الاتهام المباشر عن إخفاء عشال الجعدني لرئيس وحدة مكافحة الإرهاب في عدن يسران المقتر ومعه سميح النورجي قائد ما تسمى فرقة الرقابة في الجهاز ذاته إضافة إلى المدعو تمام البطة وآخرين وجميعهم يعملون تحت الإشراف المباشر لللواء شلال شعيع وتحت جناح المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يسران بدى واضحاً في رده على الاتهامات الموجهة له وطالب بنشر كل التحقيقات وأن تفتح كل الملفات دون أي تحفظ تمام البطة كذلك كان أكثر صراحة بالحديث عن واقعة اختطاف عشال ملف عشال إضافة للمحاكمات الجارية مع قتلة الشيخ العدني وكذلك الشيخ الراوي وغيرهم جميعها وقائع متشابكة مصدر التخطيط والتنفيذ فيها كما يبدو واحد ومفاتيح السر فيها تكمن لدى قيادات متقاطعة المصالح تتواجد في أجهزة البحث الجنائي والحزام الأمني والاستخبارات وكذلك مكافحة الإرهاب وكلها تقريباً تدين بالولاء لدولة الإمارات الرأي العام ليس في عدن فقط بل في عموم اليمن يرقب باهتمام من سير هذه الإجراءات والمحاكمات على أمل أن تكشف للعالم حقيقة من ارتكب جرائم القتل والتصفية وما توجبه العدالة بحق من أساء لعدن ونال من قيمتها التاريخية والمدنية ترجمة نانسي قنقر